لسا مكاملين معاكم فكرات نهارك سعيد وزي ما قلنا في البداية معنا فكرة مميزة جدا عن قانون دور العبادة الموحد القانون ده كان بيطالب به الجانبين سواء الأسهر أو الكنيسة لفترة طويلة وتم الاعتراض عليه من الجانبين بعد مشاورات كان فيه طلب لتعديل بعض نقاط هذا القانون إيه هي النقاط دي وسواء اللي تم الاعتراض عليها أو تم رفضها تماما هل من السهل تطبيق التعديلات دي على أرض الواقع ولا لا هل من السهل إرضاء الجانبين ولا لا ده اللي هتعرفه من ديوب فكرتنا دكتور كمال زاخر الكاتب والمفكر والدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى الشؤون الإسلامية سباح الخير نهارك سعيد دكتور كمال القانون كان بيطالب به الناس لفترات طويلة جدا لسنين ونحن نسمع على قانون دور العبادة الموحد هل كان من متوقع الاعتراض عليه؟ والحية قبل الاعتراض عليه أنا عندي ملحوظة في إدارة الأزمة نفسها مش بس الأزمة بتاعة الملف الاحتقان أو الملف الإبطي أو كذا لكن بصفة عامة فكرة التحرك بالفعل ورد الفعل وأظن أن دولة بحجم مصر لا يصح إطلاقا أن ندعها أسر فكرة الظروف لأن هذا الكلام عن القانون كلام موجود من أب من ألف تسعمائة أتنين وسبعين حتى المتكلم فيما يتعلق بالماضي المنظور يعني منذ تأريد الدكتور جمال العطيفي وبالتالي تخيلي أنه من أتنين وسبعين لغاية النهاردة يعني إحنا في حدود أربعين أو أكتر خمسين سنة أربعين من أربعين لخمسين بنتكلم في إحنا عاوزين قانون وألا أتصور أن دولة حديثة مدنية بحجم مصر تشتغل من غير قانون فالأزمة مش في الاعتراض على القانون أو الموافقة الأزمة لماذا انتظرنا حتى تقع كارثة أو واقعة بهذا الحجم المخيف والمحمل بكل ما فيه من تحذيرات شديدة اللعجة للشارع المصري والاندماج المصري الذي تعودنا عليه في ظل وسطية الأزهر وفي ظل الكنيسة المصرية الوسطية أيضا لأن الوسطية منسوبة للمصرية أكتر ربما لماذا ننتظر حتى نجبر على أن نسلق قانون ونطرحه وبعدين يعترضوا أو ما يعترضوش هو دي السؤال لكن أنا متصور أنه طبعا أي قانون يطرح لما أنه بيتعامل مع مناطق شائكة وحساسة لابد أن ياخد وضعه ووقته وعشان كده أنا برضو بقول أنه ليس فقط من المطلوب أن يعرض على المؤسسات الدينية وحزب لكن يعرض على كل القوى السياسية لأنه في النهاية هيتأثر بالناس في الشارع نحن أمام ثقافة ملتبسة أمام حالة احتقان شديد لها أسباب تاريخية عديدة ومعالجات مسطحة تحيلوا إلى العرف وتلغي القانون ودي كرسة وبالتالي أنا لا أتصور أنه أنا سمعت أنه القانون هيصدر يوم الأربع صحيح أو حيتم اتفاق على التاريخية لا أنا سمعت أنه هيطلع من مجلس الوزراء يوم الأربع بحسب مبالح تصريح لوزير السياحة فطبعا كلام في منطقة الخطورة الأمر يحتاج إلى شيء من التريس نصبر شوية ونقرأ مع بعض ونشوف فين الخلل عشان لان وفاجأة بعد كنا احنا محتاجين تعديل لأن التعديل هيبقى صعب دكتور محمد النقاط اللي تم طلب تعديلها أو تم رفضها تماما سواء من الأصهر أو من الكنيسة هي ايه بالصد بسم الله الرحمن الرحيم هو أولا مسألة فعلا مشروع القانون اللي هو محل دلوقت أنه يصدر بعد أيام أو محل المناقشة بالفعل أنا بعتبروا أنه ده خطوة طال انتظارها وزي ما تفضل الأستاذ كمان وإحنا بدأنا يعني نضع أقدامنا على الطريق الصحيح يعني بمعنى موجهة المشكلة الأسباب أو أشكاليات اللي تسبب الاحتقان أو التوتر أو تصدع أو شيء من هذا القبيل في بنية المجتمع المصري بدأنا ناخد فعلا إجراء نحو معالجة الأمور المعالجة الصحيحة ممكن أنا هنا بقول أنه يعني برضو في هذا الصدد لعل هذه أول مرة أنه حصل موجهة بين طرفي الموضوع بمعنى أنه كان الأزهر وكان الكنيسة في بيت العائلة والموضوع تعرض على الاتنين والجميع كان يجلسين على منصة واحدة حذراك وبيقول والله هي الأزهر يقول أنا بعترض على كذا وكذا وكذا أو برضو ممثل الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية تقول أنا لي وجهة نظر كذا كذا فهنا بنقول ده في حد ذاته كنا جلسنا مع بعضينا كنا عملنا الحوار ده اللي هو وجه اللي تسمع منه وأنا اسمع منه أعتقد دي خطوة ما كانتش مألوفة قبل كده وده يمكن اللي هو بدأنا نأخذ اتخاذ زمام المبادئة مشكرات دي بفعلي بقى لأول مرة طبعا فعلا كانت كل الأمور قبل كده كان بتمشي على أساس أنه ننتظر لغاية ما يحصل لقد در الله مشكلة وبعدين طب نعمل إيه ونخلي إيه ونسكن الأوضاع وأسباب المشكلة كامنة ويبقى لبقى ما هو عليه للأسف وأسباب المشكلة اللي هتزال كامنة تحت الرمال لكن دي ده بداي في حد ذاته ده بداي نيجي النقطة اللي أصارت تيها بقى سيادتي إن هو إيه الاعتراضات هو الأزهر يعني يمكن بمقتدرنا عضوية مجمع البحث الإسلامية يعني كان الموضوع قال إحنا عندنا الأزهر يعني قال لا يوجد لدينا مشكلة في مسألة بناء المساجد لأنه بالفعل هناك القرار من مجلس الوزراء صدر سنة ألفين وبينظم بناء المساجد وعلى فكرة بنظم بناء المساجد يعني بيقول برضو المساحة البينية اللي بين كل مسجد ومسجد لا تقل عن 500 متر بيقول برضو إن المسجد ضروري تاخد ترخيص من وزارة الأوقاف ما فيش زوايا تح أسفل العمراء أنا فكرة الكلام ده موجود بس يا الفكرة طبعا إنه عملا أحيانا يعني تفعيل القرم تفعيله بقى فإحنا يعني الأزهر بيقول أنا ما عنديش اعتراض على كده وإنتوا بقى يا جماعة اتفضلوا إنتوا لوكوا الإخوة المسيحيين لهم مطالب معينة اتفضلوا بخصوص البناء بخصوص الترميم بخصوص صيانة تفضلوا يقولوا وجهة نظركوا حول هذا الموضوع فده بالفعل مش كما أعلن ليس كما أعلن في الصحافة إنه رفض لا هو بيقول بس لا يعني بالفعل حصل في الأزهر والكلام ده قرر وقال إنه من ناحية الجانب تنظيم من دور العبادة لإخوة المسيحيين هذا أمر مطلوب وده مقرر وهذا الأمر عشان نقرره ونقول إيه لا الاعتراضات اتفضلوا لأنه برضو فيه أنا عند الكنيسة السكسية عند حوالي عشر برضو كمكي كنيسة أخرى واجب إنها تقعد مع بعضيها وتبلور إيه يعني الأزهر لم يعترض على أي لا 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 الأزهر قال أنا مش حقرر شأن الأزهر قال كده أنا بخصوص المساجد أنا مش عايز حاج يعني يبقى الحال على ما هو عليه لأن أنا عندي قرار من مجلس الوزرة منظم هذا الموضوع ووزرط الأوقات بتبشروا أو بتنفذوا لكن بالنسبة للدور العبادة بالنسبة للإخوة المسيحيين يبقى في هذا الحالة لأنه أكتر من طائفة فعودوا مع بعضيكم وتفضلوا طلعوا المشروع بقانون ويعرض على هذا الأمر في بعض الاعتراضات على حسب معلوماتي أنه يعني حول يعني الاشتراطات يعني مثلا هو المساحة نفسها مساحة دار العبادة مساحة دار العبادة كانت قبل كده ألف ألف متر طبعا ألف متر مبالغ فيه يعني في قارية مثلا أو نجع أو كذا يعني ألف متر دي ولا في القاهرة حاليا ولا في القاهرة نظمها فيه ألف متر ده فكان أخيرا يمكن ده الصدر أخيرا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه 300 متر نعطيك 300 متر ده بس هي يمكن النقطة الأساسية اللي هي محل الاعتراض على حسب ما أعلن والأستاذ كمال بقى ممكن يكمل أنا أنا أتكلم ممكن عن الجانب اللي أنا أسمعتم من الآخر المسيحي أنه هو دلوقتي يقوم لك آه طب قننون الأوضاع الحالي يعني يعني ربما لا يوجد عطارات كتير على مشروع القانون اللي هو طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بس يقولنا ما هو وضن الكنائس التي يعني أنشئت والتي كانت محل تحت الظروف السابقة آه تحت في ظل الظروف السابقة اللي موجودة بالفعل ولم تحصل على ترخيص أنا عندي إشكالية أن بعض هذه الكنائس ما أخدتش ترخيص ففي هذا الحالة ما وضع هذه الكنائس أو دور العبادة طبعا الرد قنننا هذه الأوضاع يعني ابقوا عليها وضوها ترخيص وده أعتقد الاتجاه السائد يعني حتى صحيح يعني اتجاه السائد وأنا عايز أقول يمكن مجمع البحوث إحنا قلنا لا مانع يعني لأنه ده كان تحت بس المسائل ينبغي أن تكون بترخيص على الجميع يعني ينبغي احترام القانون ودي مسألة ما تزعلشها وليس ولا ينبغي أن يصار بشأنها خلاف يعني كلنا في دولة قانون أو ناشط كلنا أن في دولة قانون كذا يجب أن نكون ويقا بالظبط ونحترم هذا دكتور كمال التعديلات اللي طالبت بيها الكنيسة سواء في المساحة الكنائس أو في الترخيص الكنائس كانت إيه بالظبط شوفي طبعا بالنسبة للمساحة في عندي مشكلتين مشكلة بالنسبة للريف ومشكلة بالنسبة للحضر فيما يتعلق بالريف نضرة المكان وبالتالي مش هنقدر نحاول نوفر في قرية ألف متر لما نيجي بقى في الحضر المشكلة في أن الألف متر بكام عمليا من اللي هيقدر يدفع كلفة العنصر الأساسي وهو الأرض سيبج بقى من فكرة الإنشاء وكذا وبالتالي كان الاعتراض فعلا على فكرة المساحة نمرة اتنين الاعتراض على فكرة ما هي الأرض المتنازع عليها لأن نحن في ظل خلينا نقرأ الواقع إحنا في حالة مش تربص ولكن في حالة عدم فوران يعني فوران ربما ربما يدخل طرف تالت يصير الواقعة ما بين الطرفين ويطلع شغلة المحامين الشطار بعقود معينة بتسجيل معين بعقد عرفي بكذا يصير يصير مشكلة على ملكية الأرض عبرتما تتحل يكون تبنى جامع في مسافة قريبة وهو اللي يمنع أن يتبني جنبيها كنيسة ودي في العرف المصري سائدة وما حدش بيعترض عليها في النهاية يعني بيعتبرها واقع مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي إلا لما ناخد الشارع ونطلع به ثقافيا وفكريا وعلميا ودي ربنا يدينا طلط العمر فيها الأمر التاني أنه فكرة أن المخالف ياخد غرامة وحبس هذا الأمر برضو أخشى من أنه يخش فيه تلاعبات معينة تورط بعض الناس أو يدعو على بعض الناس وكذا الأمر التالت والأهم والأشاري لسه الدكتور أنه فكرة الأماكن غير المقننة أو غير المرخصة يعني تصوري أنه نحن عندنا في القاهرة مثلا على سبيل المثال هناك كنائس مبنية من سنة 1923 23 يعني من زمن فات حتى الآن ليس لها ترخيص ما هي مبنية ومستقرة ومعترب بها لكن هي غير مرخصة ليه لأنه الشروط التي كانت موضوعة والسائدة حتى الآن والمعروفة تاريخيا باسم شروط العزة بيباشا وهو كان وكيل وزارة الداخلية من 33 ل36 وضع عشر شروط تذكرني وأنا قلت هذا الكلام هنا من سنة أو أكتر ولم يلتفت إلى أحد كأنه بيطبق المثل المصري المعروف مكسور ما تاكلش وسائلين ما تكسرش وكل ما تجبع يعني كأنك تضع العقدة في المنشار وتقول لي ابني في هذه الظروف كان لابد من التحايل على هذه الشروط المكحفة فبقى فيه عندنا يعني ربما مئات أو أكثر أنا مش عاوز أهول في الرقم لكن عندنا رقم لا يستهام به من الكنائس التي أقيمت للاحتياج لماذا يلجأ الأقباط للبناء بدون ترخيص هل هم غويين كسر القانون على الإطلاق ولكن هم بين راحة الحاجة وسندان القواعد المكبلة وبالتالي كان لابد أن نلتفت إلى هذا وننقذ مصر من أمر نستطيع أن نحله بأيدينا ليه نخليه لما نحله بسناننا وربما في النهاية ما نعرفش كمان نحله بسناننا فالأمر يحتاج إلى قراءة سياسية وليست قراءة دينية على فكرة أنا متأكد تماما عندما يكون الكرة في ملعب الأزهر وأنا بقول لك واحد مسيحي ابطي مسيحي مهتم بالشأن العام عندما تكون الكرة في ملعب الأزهر فأنا أطمئن إلى هذا تماما لكن المشكلة ليست في الأزهر المشكلة في المؤسسات الموازية التي تريد أن تزيح الأزهر من المشهد وتحل محلها ودينا شوفنا مش بس كده يعني شف أخبار مبارح مبارح من 24 ساعة يكتشف حاجة في مطالب خطورة أن بعض الإخوة السلفيين ورغم واحترام الشديد لما يعتقدون هاجموا في بلد اسمها طالقة أو حاجة زي كده مسجد لاختلافهم على إدارة المسجد وأن الأيمين عليه ليسوا ليسوا مطبقين للسنة وكذا هذا أمر فقهي أنا ما فهمش فيه لكن يصل الأمر إلى أنهم يضربوا المؤزم والشيخ والحارس وكذا ويكسروا ليفط ويستولوا عليه كأنه انقلاب ده يبعت رسالة في منتال خطورة لما يمكن أن يحدث غدا إذا وصل هؤلاء إلى سجدة الحق ده في منتال خطورة وأنه يجب التصدي ليه بحزم وفقا للقانون أنا مش عاوز استثناءات لكن خلونا نقول أن مصر أكبر من هذه الصراعات ومش لازم نحطها في مواجهة مع أمر وان وي يعني الدخول فيه مش هنعرف نخرج منه تاني دكتور